عم تستغل إسرائيل عدم امتلاك الفلسطينيين عملي خاصة فيهم واعتمادهم على الشكل لتركع الضفة الغربية اقتصاديا من خلال ثلاث خطوات 1- خنق المصارف الفلسطينية مبارح الأحد حجبت الحكومة الإسرائيلية الانترنت عن المصارف العربية بمدينة الإدس لتقطع الاتصال بين هالمصارف والنظام المالي بإسرائيل وقبل بكم يوم قرر وزير المالية الإسرائيلية سمودريتش عدم تجديد رخص التعاون النقدة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية عدم تجديد هالرخص اللي بتنتهي بآخر حزيران حيقطع علاقة المصارف الفلسطينية بالضفة بالعالم الخارجي كليا ويفرغها من الأموال 2- استهداف سوق الصيرفة البديل البداية لتلقيق إرسال التحويلات هو سوق الصيرفة المرتبطة بشركات تحويل الأموال لهيك مكمل الجيش الإسرائيلي من بداية الحرب حملات مداهمة وتخريب لمحلات الصيرفة بالضفة ومصادرة أموالها وكجزء من هالحملة بالذات إجت مداهمة محلات سوق الصيرفة بالبيرة الأسبوع الماضي 3- مصادرة أموال السلطة المصدر الأخير المتاح للسيولة بالضفة هو مستحقات السلطة الفلسطينية من إسرائيل بما أن السلطة الفلسطينية ما بتسيطر على المنافذ البرية بالضفة إسرائيل هي اللي بتستوفي الرسوم الجمهورية بالنيابة عنها بس مودريتش أعلن أنه حيوقف تحويل هالمستحقات للسلطة ردا على الاعترافات الأوروبية للثلاثة بدولة فلسطين وصادقت اللجنة الوزارية للتشريعات بالكنيسة من أسبوع عمصادرة 890 مليون دولار من مستحقات السلطة لإقتطاعتها إسرائيل من دون أي مسوغ قانوني قطع تحويلات المصارف وتدمير محلات السيرفة مع مصادرة أموال السلطة الفلسطينية ثلاث خطوات حتكون كفيلة بإفراغ الضفة من السيولة بمحاولة لإجبار سكانها على الهجرة